عندنا طبعاً واحد من أهم الحاجات النهاردة اللي هتكون موجودة معنا هو حفل تقديم كاس العالم الجديد اللي حضره طبعاً نخبة من أهم الأسماء في عالم كورت القدم وفي مقدمتهم طبعاً الفينومنو رونالدو نازاريو نجم المنتخب البرازيلي جاني إمفانتينو هنعرض لحضراتكم النهاردة لقطات من حفل تقديم كاس العالم في نسخته الجديد طيب نروح طيب خلينا نشوف طبعاً ده جاني إمفانتينو ورونالدو الظاهرة اللي ما شافش رونالدو يمكن يكون بالنسبة لي أنا على الأقل يعني رونالدو ده أفضل مهاجم رأيته عيني مهاجم صندوق يعني أفضل مهاجم جه في تاريخ كورت القدم صحيح في عظماء في عظماء ما تقدرش تنكر أن هم كانوا مهاجمين على أعلى مستوى زي أندريتيا فيتشانكو المهاجم الأوكراني ومهاجم الميلان وشلسي زي زلاطان إبراهاموبيتش زي إيفان زامورانو زي دي 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 رجب على فكرة واحد من أهم المهاجمين اللي جهون في التاريخ وبشوف أنه هو دايما بيكلم في الحتة دي على فكرة فكرة أنه عشان أصوله أفريقية أو بينتمي لقارة أفريقيا ده حرم وملفوز بجائزة الأفضل على مستوى العالم لكن في مهاجمين كتار جم لكن الإمكانيات كلها مهارة، سرعة، قوة، زكاء لعب بالقدمين وبالرأس يعني بشكل مكتمل العالمة تقريبا شبه الكاملة ما شفتهاش غير في رونالدو نازاريو اللي حضراتكم شافينه رغمه طبعا أنه الفيتنس مش موجود واللياقة مش موجودة والدنيا بازت خالص لكن يظل رونالدو يمكن يكون أهم مهاجم جهة يمكن خلينا أقول عشان أنا ما شفتش مهاجمين كتير قبل كده خلينا أقول في التلاتين سنة أو الأربعين سنة الأخيرة يمكن يكون أهم وأفضل مهاجم شفته عين طبعا الحفل ممتد بشكل كبير جدا الحديث عن نسخة عشرين وستة وعشرين اللي لأول مرة لأول مرة في تاريخ كورة القدم هتضم تامانية واربعين منتخب هتصطدفهم ستة وعشرين مدينة في الثلاث دول ولاية المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هنقف شوية مع حفلة الافتتاح واللقطات منها بس خلينا عشان عندنا فقرات كتير وعندنا طبعا الأهم بالنسبة لنا والأقرب قرأة كاس العالم للأندية منديال أندية اللي هنتكلم عليها النهاردة وعن فرص الأهلي ومشواره في البطولة مين هيكون في مواجهة النادي الأهلي قبل ما نكمل كلامنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا